دكتورة بقى عايزة اسألك عن تقوسك انت بقى في رمضان كل واحد فينا عنده تقوس مختلفة في رمضان تقوس ايه بس ده فيه عمر وفيه وفيه اتنهم بيت فني بقى في عدة تقوس ناخد تقوس الدكتورة بعدين بقى نروح لبقية الاسرة تقوسك انت بقى في رمضان بتحبت تعملي ايه في رمضان وتزبطي يومك ازاي خصوصا ان انتوا يعني اسرة فنية ما شاء الله حضرتك زوجة الفنان عمر سعد وكمان عندك ابنك الكبير ما شاء الله كمان رابي رابي دلوقتي بيمثل مني عمر سعد ايه فطبعا اكيد تقوسكم مختلفة ويومكم مختلف فانا عايزة اعرف انت بتزباطي الدنيا زي الادارة بتاعت الموضع احنا عندنا رابي وحبيبة وعلي ما شاء الله انا اكتر حاجة تقوسي في رمضان بحب الحاجات دي الحقيقة شايفها زينة رمضان لازم قابل رمضان باسبوع اجيب الفوانيس للاولاد وفوانيس للبيت واضاءات لازم احسيهم بالموت ايوة والاعلام والديكور في بيتي كده احب اعمل في بيتي بهجة رمضان زي ما في الشارع في المنطقة في الكافيهات في المطاعم في القتلات انا بحب اعمل في بيتي الاجواء الرمضانية دي اول حاجة فحس برمضان كده وانا عاملة زينة رمضان وشارع الفوانيس وحتى الجو والاضاءات حوالي بعد كده الاكل وشربه واكلانا العادي بس انا بحب في رمضان اول يوم انا طبعا بعمل اكل وبطبخ كل حاجة بس احيانا بيبقى عندي حد بيساعدني بسبب مشغولياتي او ان انا مش متواجدة اول يوم رمضان بحب انا اطبخ الفطار بنفسي واعمل برضو صنفين تلاتة كده حاجة لطيفة مصرية شرقية بحب بيبقى جو شرقي اه مثلا محاشي ملوخية رؤياء ده اول يوم اه اكل بجد اه اول يوم وانا اللي اعمل الاكل للاولاد بس وبعد الفطار بنبقى جايبين حاجات حلويات لطيفة كده وبنبتدي نجتمع مع الاسرة واحنا مع بعضنا نتابع برامج رمضان ونتابع مسلسلات رمضان طبعا لو عمر ليه مسلسل بيبقى هو اول مسلسل بنشغله ونجتمع على مسلسله ونتابع الاحداث ونتابع رد فعل الناس ونتابع السوشيال ميديا وردود الناس على الحلقة ده بيبقى جزء مهم جدا طبعا من يومنا الرمضاني وبنعيد على صحابنا وعلى قريبنا بعد كده احنا يعني حقيقيا ما جذبش عليك احنا ما عندناش فكرة العزومات الكتير احنا بنقضيها في جو اسري ومرة بيبقى عند اهلي ومرة عند اهله وخلاص طبعا بيتعرض دلوقتي مسلسل الاجهر للفنان عمر سعدة بس المفاجأة ان اول حلقتين كان فيهم ابنك الكبير طالع بدور انه هو نفس الشخصية وهو صغير مظبوط ابن كبير رابي طالع عامل دور بابا في عمر 16 سنة في بداية الحلقات انت بقى السنة دي بيتهيقلي مركزة اكتر مع رابي صح؟ لا مركزة معهم من الاثنين ارجوكي ما تدخليهاش في الحتة دي وانه اه يعني يعني برضه تجربة جديدة في الموضعات اه اه بس خصوصا في الابناء اه اي مركزة مع الكل بس سنة رابي يعني اه 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 انا بتكلم من يعني من ناحية الامومة صراحة اه ناحية الامومة طبعا مهتمة بيه ومهتمة بأداءه مهتمة بتنسيق الوقت ما بين مدرسته وما بين التصوير بتاعه اه والحاجات دي كلها وخصوصا المسلسل بتصور برا مصر فبنظم له وقته بتابع المدرسة بنحاول نخلي التصوير بتاعه دايما في الميك اندي سافر خميس ويرجع سبت اه الجو ده كله هو يعني منتابعينه مع بعض وما بينه وبينه وما بين التصوير طبعا انا متابعة رابي ومتابعة من قبل حتى ما المسلسل يتعرض اه بتابع وبسأل عليه في التصوير عمل ايه كان كويس كان عامل ايه النهاردة اداوي ممتاز لا ده كان هاي لأ النهار ده احنا افنانه وعلى شوط عمله فببقى متابعة الكلام ده طبعا كأم زي المدرسة بالزبط فلا ده حقيقية عندك حق ان امتابعة رابي وببقى منتظر ان هو صغير عامل طبعا متمكن ومعروف ببقى مستنيه رد فهن الناس على العمل وعلى اداءه السنة دي لكن رابي ببقى شوية طبعا ايه الان عليه بس بيديله قام فالناس بيديله ثقة مين اللي بيديله اكيد عامل بيدي لرابي الثقة حقولك هو بيحاول يديله ايه ايه او حاجه بس رابي يقوله لا 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 سبني هو انت فاكن ان انا عبيد انا فاكني افارك اللي الله خليك في نفسك انت بس ده بس ده السن ده فعلا ما بيعودش يذكير له مثلا عامل بيحاول بيديله شوية توجيهات وبيكلمه بس التاني طبعا بيجري منه السن ده كده